بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله نحتي عن فصل الرابع عنوان الفصل عنوان الفصل ان اكسبنشنال 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 يعني شخص استثنائي او شخص غريب يعني طيب بالبداية هاي المقدمة كالمعتاد الفهر اسمال الفصل هذا الاشياء اللي راح ندرسها شغلات عامة راح نستخدم الماب لبراينستورم و الى اخيره هنا يقول انظر الى هؤلاء الناس واصفهم الى زميلك على هذول الاشخاص اقرأ البراغراف عن جاك طيب جاك واحد اسمه جاك جاك هو افضل شخص او افضل شخص التقيت بي اتا الى مدرستي و اتا الى مدرستي و اتا الى مدرستي و تحدث عن صعوبات الحياة التي واجهها وهو معتقل بعض البراغراف لقلب و من 15 عام و اقترف الكثير من الاخطاء و انه ارتكب او اقترف الكثير من الاخطاء عندما كان شابا ولكن الآن غير حياته ولكن الآن غير حياته رأى الكثير من العنف لذلك استخدم تجربته أو خبرته حتى يساعد طلاب المدارس جاك از طول و طويل و قوي يبدو شوية شكله مخيف لأنه لدي بعض تاتوين يعني مرسوم راسب عناكب الشيء اللي انا اذكره أكثر الشيء هو الشخصية الحساسة يحب يساعد الناس الشباب ملتقت طول حياتي بشخص مثل جاك من هي التوبك سنتنس؟ طبعا اكيد الجملة الاولى هي التوبك سنتنس وهذا اللي بالنص هذا هو السبورتينج سنتنس و اي هاف نور مت انيون لكس جاك بفور هاذا هي الكنكلودينج سنتنس اذا هذي التوبك هذي سبورتينج سنتنس وهذا الكنكلودينج سنتنس جملة داعمة او ساندة طيب اي جملة التي اخبرتنا عن شخصية جاك طبعا اكيد هي جملة ثمانية لان قاله sensitive personality اي جملة التي كانت تخبرنا عن مظهر جاك اللي هي هو كان طويل وكان قوي طبعا اكيد جملة رقم سب ستة طبعا اكيد جاك هنا عدنا تمرين مهم ليقول جد الاسماء لهذه الصفات عدنا صفات ويريد اسماء لها عدنا amazing person شخص رائعه يعني كلمة amazing تجيني ويا ال person هذي ركزو عليها يعني خلينا نركز على هاي المعلومة جدا مهمة لان ال amazing ميصير تجيني ويا غير شيء تجو ويا ال person طبعا هذا ال difficult موجودة الحلول ايضا بالاخير difficult life حياة صعبة يعني اقدر اقول difficult life بس ما اقدر اقول difficult story يعني قصة صعبة ما ترهم difficult تجي ومثلا ويا ال life الحياة تجو ويا اشياء هيش اشي يعني من هذا الجانب young young يعني ويا ويا جاك يعني جاك كان young يعني ويا شخص العاقل كلمة young تجو ويا شخص العاقل يعني he is young سارة او عحمد او علي is young tall او strong قوي ايضا تجيني ويا جاك ويا الشخص العاقل يعني ويا احمد علي خضير عباس بس ما اقدر اقول tall life حياة طويلة مترهم يجي tall طويل strong قوي تجيني ويا الاشخاص بس ما اقدر اقول يعني strong life حياة قوية غلط يعني ممكن يجيب النياه صحة وخطأ فراغات اختيارات يعني ممكن يجيب لك strong والسكيري والسكيري والسنساتف هاي قائمة اي وقائمة بي بعض الاسماء ويريدك تربط بيناتن لازم تعرف ان ال amazing تجوي ال person difficult تجوي ال life ال young مثلا he is young هو شاب بس ما اقدر اقول على سبيل المثال amazing مثلا مدهش مثلا amazing مثلا على سبيل المثال car او لا مو الا بالضرورة car يعني المهم انه الفكر اللي ما يحضرني هسه امثلة ولكن اللي يريد اوصله اليك انه كلمة amazing تجوي ال person كلمة difficult تجوي ال life ما اقدر اقول difficult story قصه صعبه ما ترهم فهذا الشي اللي لازم نعرفه مثلا عندنا اي scary personality شخصية او scary يعني he was scary يعني هو مخيف مثلا اقول sensitive personality شخصية sensitive ما اقدر اقول the car is sensitive السيارة هي حساسة ما ترهم ولا اقدر اقول life sensitive حياة حساسة ما ترهم يعني sensitive تجويه شي عاقل فهذا الشي اللي لازم نعرفه لازم نحظن ركز عليهم كلش مهمات ركز عليهم كلش مهمات ركز عليهم كلش مهمات طبعا البقية مو مهمات خلينا ننتقل على brainstorming وهي world maps هذا موضوع مهم خلينا نركز عليه اليوم عندنا world map تعريفه is another kind of brainstorming هي نوع اخر من تدفق الافكار world maps helps can think of many ideas of your writing and see connections between the ideas هي نوع اخر من تدفق من الافكار هو نوع اخر من تدفق الافكار نوع اخر من تدفق الافكار والذي يمكن من خلاله الحصول على الافكار نقدر نجمع افكارنا من خلال world map او من خلال ال mapping brainstorming خلينا نستذكرها هي عبارة عن تدفق الافكار او عبارة عن تجميع الافكار world map هي عبارة عن كلماتنا نخليهن على شكل خريطة شوف هاي الخريطة هاي الخريطة ونكتب من خلالها الاشياء مثلا looks المظهر strong مثلا personality شخصية نتوى خريطة ونبدأ نفرع بيها ونكتب من خلالها نشاء هاي طريقة حلوة طبعا جيدة طيب 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 مربوط بي سبايدر مخيف مرسوم بي سبايدر وهو يكون شكله مخيف هناه بكاتب عن برسناليتي شخصيته حساسه يريد أن يساعد الناس شخصيته يحب يساعد الناس عن السجن عند عمره حياة صعبة و 15 سنة طبعا هناك كتبنا انشاء على هذا الموضوع طبعا اي شائن يجينا بالدنيا كله اي عنوان نقدر نكتب عنه مثلا عن افضل صديق الي اي اول شي راح اكتب مثلا مثلا صديق الي اسمه سيف اول شي راح اكتب سيف بالوسط اجي هنا اكتب بيرسناليتي شخصيته هنا اقول العنوان مالته الادرس يعني اقول هو وين وين وعايش وكذا هنا اكتب اشياء اللي يحبها وهنا انه بكتب عن عائلته واجي اكتب عن سيف و اكتب عن عائلته و هذه الاشياء و اكتب انه مثلا عن شخصيته يا ابو عمره كذا هذا اقسم خريطه وهذا الطريقة اللي هي من خلاله انه ايضا منطينا عناوين ويريدنا ان نتحدث عن هذا الموضوع قيل لك احتيلك عن احد اقاربك عن استاذ او اكتب عن فيلم طبعا هذا المفروض احنا نقعد نكتب عن رلاتف رلاتف يعني اقارب يعني مثلا اخويه صديقي ابن عمي قرائبي استاذك يوم عجبك ما تنسى ابد استاذك يوفد يوم لازم عندك استاذي يعني انت مو عجب بطريقته وتحب الى حد الان تستفاد من عنده من معلوماته تفك تكتب عنه والفيلم تحكي لك عن فيلم انت عجبك يعني يا فيلم قيل نقول مثلا فيلم العراب مثلا اي فيلم اجنبي عربي عجبك اكتب عنه اكتب لك فتسطر سطر ونوص عنه ولكن بالبداية لازم نسوي خريطة هاي الخريطة هي الورد ماب عن طريق المابينج عن طريق المابين هنا خلصنا من هذا الموضوع راح ننتقل هسا على شغلة مهمة جدا 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 وهي الشغلة اللازم نركز عليها واللي هي استخدام الصفات باللغة الانجليزية يعني هاي المعلومة جدا مهمة ولازم نركز عليها تركيز كبير جدا اليوم عندنا الانجوج فاكس استخدام الصفات استخدام الصفات بالجمل دعنا نكتب ملاحظة كلش مهمة تؤتي الصفة بثلاثة مواقع في اللغة الانجليزية أولا قبل الاسم أول حاله اتجيني الصفة قبل الاسم اول حاله الصفة تتجيني قبل الاسم مثلا اميزنج بيرسن اميزنج بيرسنج 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 تضحك. She is lovely. She is beautiful. يعني كل وعده لازم ننطيها صفة. حسب إحنا اللي يشوفها. He is old. كبير بالعمر. عادي. ما مريدنا نكتب لنا الصفات عنه لأنه لازم نتعلم شلون نكتب صفات. وشلون نستخدم الصفات؟ إحنا نعرف ثلاث مواقع للصفات بعد أفعال الكانونة قبل الاسم وأيضا قبل بعض الأفعال الأخرى. ننتقل على موضوع يسمونه الكنكلودينج سنتنس وهو الجمل الختامية. تعريفها مهم جدا. A good paragraph has a clear topic sentence. Subvertive sentences. Explain the topic sentence. وهنا عدنا اليوم الكنكلودينج سنتنس وهي الجمل الختامية. يقول لك الجمل الختامية لها أربعة مواقع أو أربعة حفوة حالات. الكنكلودينج سنتنس. نحن تذكرونا خذناها لما سوينا لما سوينا جبنا صورة لفة. وقلنا هاي اللفة ما الكنكلودينج سنتنس والكنكلودينج سنتنس وإلى آخر. هنا عدنا الكنكلودينج سنتنس وعليها ملاحظة كل شي مهمة. يقول لك الكنكلودينج سنتنس في ستيت لتابك سنتنس. يعيد صياغة الجمل الأساسية. سمراسنا main ID. تعيد الفكرة الأساسية مثل البراغراف. make production connected to the paragraph. وتسوي تنبؤ. ما يعني تنبؤ؟ يعني أنا من أكتب نشاء بالأخير أسوي تنبؤ. يعني شلون؟ أنا ما راح أجيب فكرة جديدة. أنا قاعد أحكي عن صديقي سيف. راح أقول وفي نهاية حديثي أتمنى أو أنا أتوقع أننا سوف نكون أصدقاء إلى الأبد. أنا الآن حكيت عن سيف صديقي نفسه ولكن سويت تنبؤ. ستجسشن اقتراح. تميك ستجسن تو جيف ادفايز. إذن ممكن أنهي الإنشاء مالتي عبارة عن نصيح. شلون يعني أنصح. مثلاً أقول وفي نهاية حديثي أنصحكم بجميعاً البحث عن صديق جيد مثل الصديق الذي أنا أمتلكه. هذا نصيح. إذن هذه هي الأشياء الأساسية اللي ممكن تكون عنها. ولحظة مهمة يقول لك إنكلودينك سندس. دير بالك تجيب فكرة جديدة. يعني عن الإنشاء تماماً بال إنكلودينك سندس. يعني مستحيل مستحيل أقدر أكتب إنشاءه وأنا قاعد أقول والله الماطور زين وكذا كذا واخر شي يقول والله الماطور زين وخوش. بس القطار أحسن من الماطور. هنا أنا دمرت الإنشاء مالتي. لأن جبت فكرة جديدة جبدة أحكي عن القطار. لا يصير أنا قاعد أحكي عن سيف أقول والله سيف صديق إلي كذا كذا واخر شي يقول. وأيضا عندي صديق واحد آخر اسمه عمر هو أيضا صديق. هاي هنا دمرت الإنشاء مالتي مية بالمية غلط. أنت قاعد تحكيين عن صديقة إليتش اسمها كذا. وبعدين تغيرين تجيبين اسم جديد وجيبين غير صديقة. هنا إنشاء مالتيك صفر. دير بالك دير بالك دير بالك تجيب إنشاء جديد. يتحدث عن موضوع أو فكرة جديدة غير الفكرة مالتنا اللي قاعد نحكي عنها. هنا راح نجعل تمريني ثمانية. يقول read these concluding sentences. اقرأ هاي الجمل. واكتشف لي شنو نوع التوبك سنتينس. هل هي اقتراح هل هي نصيحة هل هي طبعا الحلول الموجودة بنهاية الكتاب. ولكن احنا ندري الحلول الموجودة. ولكن احنا لازم نفهم. ليش اختار هذا النقطة هاي الثلاثة هاي الثمانية جملة الاولية يقول أنا بد من التقيت بشخص مثل جاك. طبعا هنا اعتقد بأن جاك رح يساعد هواي الناس. انا قلت اعتقد بمعنى انا قاعد اتنبأ إذا هذا النوع يسمونه تنبؤ ثالثا من قايله كل شخص يجب ان يتحدث الى جاك هنا انا طيعت نصيح واخر شي قلت جاك خبرة جاك ومظهرة في شخصيته يعني في انسان راقي طبعا هنا انا قلت تلخيص لشخصيته تلخيص لشخصيته ولحياته فهنا هذا النوع الى الان حتى نرجع النوب ننبه ونركز مرة اخرى التلخيص ممكن تكون على اكثر من شكل ممكن تكون عادة صياغة ممكن تكون تلخيص ممكن تكون تنبؤ ممكن تكون نصيحة لازم اعرف هذه الاشياء كلش مهمة واحفظ عليهم امثلة وهذه الامثلة اللي خذناهن كلش مهمة ولا ننسى ذننا ايضا نعرفهن النقاط اساسية نحفظهن نحفظهن نذني مهمات نقرأ الكنكلونديكسنترس ونقرأ حالاتها ذني مهمات تبرين التاسع قيللك اقرأ هذا الانشاء عن فرينس جراند فاذا عن صديق جراند فاذا ويقول كمل الانشاء طبعا الانشاء هذا مو كلش يعني مهم يقللك اقرأ وكمل ليه بطريقتك الخاصة طبعا هذا ما رح يكون اكو جواب ثابت جواب رح يكون مختلف حسب الشخص عندنا ايضا انشاء صفحة 13 يتحدث عن اللاعب الانجليزي ديفيد بيكهان ويقول اكتب لي تنبؤ عنه طبعا موضوع حلول كلها موجودة بناهية الكتاب ونقدر احنا نكتب من عندنا او اذا نحب مثلا عادي يعني الحلول الموجودة بالاخير نزلها مثل ما هي بالنسبة لي اخر شي عندنا البنكتشويشن وهو التنقيط يعني علامات التنقيط بداية كل جملة حرف كبير نهاية كل جملة نقطة الدول واسماء الاشخاص والاماكن اول حرف من عندها كبير اعتقد هذا الاشياء كلها معروفة عندنا تمرينا 15 قايل لك رأي تنقيط مثلا ديفيد بيكهام هذا اول حرف لازم يكون كابيتال مريد فيكتوريا فيكتوريا بنية كابيتال هو سينجر بوب ها هي انتهى النقطة الثانية او بيكهام هذا كابيتال اسم دولة كابيتال يعني هنا ان كابيتال ديفيد بيكتوريا كابيتال انتهى الموضوع يعني هي اشياء معلومات عامة اذا اي اسم شخص اذا اي اسم دولة او اسم يعني هي اشياء دائما تكون كبير المارش الاشهر ايضا تكون بدايتها حرف كبير دائما تكون بدايتها حرف كبير بالنسبة لنقطة 16 وذا بارنتر هنا عندك قائمة اي وقائمة بي يريدنا نربطها حسب المعنى هي اشياء ما تجيب الجامعة في الحقيقة يريدنا منعدنا بس نسوي ايش اشياء لا نقراها مو مهمة نحاول نقرأ الاشياء التي قلت لكم عليها وركز عليها في 2017 قائل لك اختار عنوان من العناوين وانا فضلت نختار عن صديق انه ونسوي لبراينستورمينج تدفق افكار من خلال طريقة المابينج بعدين ندقق مالتنا ونصحح الجملة ونرتبها ونكتب عنوان للجملة بعدين نوزع الاوراق الى زملائنا وزملائنا يطلنا اوراقهم ونشوف الاخطاء اللي هما وقعوا بيها وهم يصححونا اخطائنا ونتناقش الى ان نحصل معلومة زينا ونستفاد منعدها وبالاخير نسلم انشاء مالتنا للاستاذ حتى الاستاذ يشوفه اذا هو صح او غلط كل هذا ما موجود ان شاء الله بالوحدة الرابعة ان شاء الله فهمتوها ووصلتكم الخبراء